ونحن هنا في مقر الأكاديمية العسكرية المصرية في قلب العاصمة الإدارية الجديدة والتي تشكل ملمحا إضافيا على أن أحلام المصريين وبحق جديرة بأن لا تسقط بالتقادم هكذا هي الأحلام السامية ذات الأبعاد الراقية لا تسقط بالتقادم مطلقا يؤمن أصحابها وأهلها بها على الدوام نحن هنا في مقر الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعة جديدة من طلبة وخريجي الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة فإنما يحدث تزامنا مع احتفالات الأمة المصرية بانتصارات السادس من أكتوبر والتي تصادف ذكراها الحادية والخمسين لهذا العام كانت المعركة الجوية الأطول في تاريخ الحروب الحديث كان الوصول إلى فكرة عبقرية استثنائية باستحداث فتحات في الساتر التربي الأكبر في التاريخ لكن عظمة وتفرد انتصار السادس من أكتوبر ليس من هذه الزاوية فحسب ولكن إملاءات الواقع وما يحدث خلال الماضي القريب ما يحدث في الحاضر ما يحدث ربما خلال هذه الساعات يؤكد ويقطع أن عظمة انتصارات السادس من أكتوبر ليس فقط باعتبارها نصرا عسكريا فريدا لكنها تثبت من الوقائع ما لا يقبل الضد ومن اليقين ما لا يلمسه الشك بأن مصر أرض تعرف أبنائها وأنها أرض تنصر أصحابها وأن تغليب خيارات التعقل والرشادة والحكمة والجنوح للسلم إنما تصانوا بمقدار ما تمتلكه الأمة من صلابة وما تحوزه القوات المسلحة من منعة وإبارة